اشتركوا في القناة قانون يعني الجريمة الإلكترونية الجديد ناس كتيرة ممكن مننا في المجتمع المصري ما تكونش وغد بالها قوي من القانون وانه ممكن بأي خطوة كده تكون يعني سليمة النية مش هنقول لأي حاجة مش هنفترض أي سوق نية بس للأسف ممكن تعرضها للمسائلة القانونية محتاجها لحضرتك توضح لزملائنا المشاهدين الفكرة دي طبعا بحاجة حاجة على تناول هذا الملف أو ملف الشئات بصفة عامة من أخطر الملفات اللي بتواجه مصر خاصة خلال الفترات السابقة سوشيال ميديا أو حروب الجيل الرابع على مصر خلاص احنا داخلين على حروب الجيل الخامس خلال مرحلة المقبلة وفي ظل تطور تكنولوجي هائل لازم يتواكب مع ده تشريعات يمكن أولى التشريعات اللي صدرناها في لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قانون تقنية المعلومات والمعروف إعلاميا بقانون مكافحة الجريمة الإلكترونية هذا القانون يعد أول وأهم قانون في قوانين السوشيال ميديا لأنني أحكي لحضرتك لازم عشان المشاهد يعرف قوانين السوشيال ميديا عبارة عن مسلس بتكمل بعض بتبدأ بقانون مكافحة الجريمة الإلكترونية قانون حماية البيانات الشخصية وده بيحمي بيانات المواطنين وعدم انتهاء خصوصياتهم القانون الثالث اللي هنبدأ منقشته إن شاء الله نهاية هذا الشهر هو قانون المعاملات الإلكترونية والمعروف إعلاميا بالتجارة الإلكترونية إلا بقى لإعلانات الوهمية على الفيسبوك وعمل ضوابط ومعايير وغيره طيب هرجع لحضرتك نقطة أو سؤال قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية هذا القانون بيدم 49 مادة بيواجه ويكافح الجريمة الإلكترونية بكافة أشكالها وكافة صورها على فكرة احنا عندنا مواد فيه يعني مادة 25 و26 و27 هذه المواد مواد مهمة جدا دي طبعا فيها غرامة وحبس لمروج الشاعات والأكاذيب والإفتراءات واللي بيصدروا حالة من الإحباط لدى الناس في الشارع والسب والقصف وتركيب الصور للفتيات في تركيب الصور للفتيات دي بالذات يمكن كان الحكومة انت عارفة الحكومة بتبعتلي ده لأحيا لو عند القانون مقدم من مجموعة من نواب بنقشه ولحين ورود قانون الحكومة الحكومة بتقدم للقانون فإحنا بنقشه فكانت المادة بالذات على وجه الخصوص اللي كانت فيها تركيب صور للفتيات والشاعات كان الغرامة فقط والحبس إلى حد ما كان طب السوشيال ميديا بقى يعني الشائعات اللي هي على السوشيال ميديا وكمان أنا مش عارفة ببضل واتساب أخباره إيه الشائعات بكافة أشكالها وسورها ده بيحصل إزاي بقى؟ طبعا إثباتاتها أعتقد سهلة سهلة جداً وهوضح لحضرتك دلوقتي وهطمنك وهطمن السادة المشاهدين أولاً الشائعات أو الأكاذيب هو اللي بينشر شائعه وبيبس شائعه على السوشيال ميديا هدفه إيه؟ هدفه تصدير حالة من الإحباط لدى الناس في الشارع معظم الشائعات اللي هي بتصدر دلوقتي أو بيتم بسها خاصة في مصر دي موجهة سواء من الدولة المدعمة للإرهاب بقى الكونتات مستعارة والدولة المصرية بترصدها بشكل كبير جداً الكتائب الإلكترونية اللي موجودة في مصر بتحاول تصدرها بشكل أكبر وبانتشار أوسع ويعملوها كمان ممول بدولورات عشان توصل لمحافظات وبيلعب أكتر على محافظات سعيد ومحافظات دلت عشان المنشور أو الشائعة دي تصل لأكبر عدد من المواطنين وبيلعب شواء على الشباب من 18 ل35 سنة أو الناس الكبار إذا كانت شائعات خصة مثلاً كورونا خلال فترة اللي فاتت أو شائعات أخرى قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية النهاردة يمكن القرار الأخير الذي صدر من رئاس مجلس الوزراء أنا شايفه مهم جداً جداً وده أحنا يمكن في آخر اجتماع على هيئة مكتب الاتصالات وتخولج المعلومات أكدنا على أن الجهة التنفيذية دو وكمان يعني النهاردة فيه خبر مهم جداً أن الجهات المعنية نجحت فيه القبضة على أشخاص كانوا بينشروا وبروجوا على حسابتهم الشخصية على الفيسبوك تحديداً أخبار مغلوطة عن حالات مثلاً الإصابة بفيروس كورونا وكمان يعني الترويج نفسه بتاعت الأكدس بالوحيدك طبعاً عارف أي معلومات وتفاصيل عن موضوعها يعني فيه تنصيق ما بيننا على فكرة اللجنة للصلاة وتخولج المعلومات فيه تنصيق كامل بينها وبين الجهات التنفيذية سواء الجهاز القامل لتنظيم الصلاة أو الإدارة العامة لتخولج المعلومات بننصق على مدار اليوم وبنتابع معهم يعني لكن في آخر اجتماع لهيئة مكتب للصلاة وتخولج المعلومات طلبنا الجهة التنفيذية بضرورة تطبيق مواد قانون الجريمة الإلكترونية خاصة بعد الشائعات الأخيرة اللي هدفها تصدير حالة من الأحباط لدى الناس في الشرع طبعاً اللي بيبس شائعة أو بينشر شائعة على صفحته الشخصية سواء أكاونت مستعار أو أكاونت عادي بعض الناس يعني اللي عامل أكاونت مستعار بيعتقد أنه هو فيه مأمن والنصاع بالإدارة العامة لتخولج الأكاونت المستعار فاندم اللي هو يعني مثلا أنا اسم أحمد بدو بخش بأكاونت سين صاد أي اسم تاني خالط ده أكاونت على فكرة عاوز أقول لك حاجة الأكاونتات المجهولة في مصر حوالي عشر مليون أكاونت ما هو ده اللي بتكلم فيه أنه هو بيتصنف تحت اللجان الإلكترونية ما هو فيه لا هو فيه أكاونتات وهمية منها في ناس بتعملها عادي بس أنا باعتبر ده أنه مهيأ الارتكاب جريمة لو طار الحزين أي حاجات كده يعني أسماء غريبة أنا وجهة ناظر الشخصية وده بقوله على مسؤولية شخصية أن طالما السوشيال ميديا مجتمع مفتوح دلوقتي والناس بتتعاون مع بعض وبتتكلم مع بعض وبتشار مع بعض وبيعلقوا على السوشيال ميديا أنا طالما أكاونت مستعار ومش كله طبعا ولكن المعظم منها يبقى أنا مهيأ الارتكاب جريمة إلكترونية طب في حاجة مهمة جداً يا سبت النائب برضو دي يعني لازم نقولها ونوضحها ناس كتير قوي مننا بتقع في فخ أنها تلاقي إشاعة على السوشيال ميديا تشايرها تشايرها ده برضو هتكون تحت القانون طيب خلينا أقول لحضرتك إذا كانت هذه الشائعة تضر بالأمن القوم المصري وشائعة في منتهى الخطورة أنا عارف أن دي حاجة بتحرد على العنف أو تحرد على تصدير حالة من الأحباط لدى الناس في الشارع وفي منتهى الخطورة وفيها عقاب ومعروف وأنا شايرتها على صفحتي إذن أنا عارفها هيتم عقابي طبعاً مزي المتهم الأصلي ولكن هيتم عقابي في الشائعات دي إيه بقى عقابي؟ طيب حضرتك اللي هو المتهم الأصلي دي سلطة تقديري القضي حسب الفعل أو حسب الجرم طبعاً العقومة لا تقل عن عام وقد تصل ثلاث سنوات وسنة وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه مع الحبس مع الحبس ولا تزيد حسب برضو الجرم وحسب الفعل في بعض الشائعات لا تزيد عن مئة ألف جنيه وفي شائعات اللي بتحرد على العنف أو غيره دي لا تزيد عن ثلاثم ألف جنيه يعني في تصنيف للشائعات كمان طبعاً أنا عم أقول حذك القانون بيضم تسعة واربعين مادة لابد يعني أتمنى من منبر حذك المحترم ومن كل المنابر الإعلامية لازم طلقوا الدوء على هذا القانون المهم على فكرة أستاذة يمكن خلال الفطرات اللي فاتت الأيام مش الشهور ولا الأسابيع بعض الدول طبقت قوانينها وطبقت الحبس في المواطنين اللي بيشيروا وبيعملوا شائعات خاصة في موضوع كورونا ماليزيا مثلاً غرمت وحبست بعض الدول العربية غرمت وحبست من حق كل دولة أن هي تحمي أمنها القومة النهاردة عشان كده أنا شايف أن البيان اللي صادت النهاردة مجلسورة في منتهى الأهمية وتطبيقه طبعاً هذا أهم حاجة حضرك يعني التلات متهمين اللي تم ضبطهم النهاردة هم طبعاً على فكرة تم كشفهم بمعرفة الإقدارة العامة لتقلش المعلومات كانت تلات متهمين دول كانوا عاملين أكاونتات مستعارة فيك وبيشيروا بقى وبيصدروا حالة من الأحباط لدى الناس في الشارع وحد منهم عامل موقع إلكتروني اللي هو دومين اللي بيجبوه بخمسة دولار ده مش موقع رسمي ولا زي الموقع الرسمية لأ أنت ممكن تشتري دومين دو خمسة ده مخالف لكل الضوابط وكل المعايير وفي قانون الجريمة الإلكترونية ده بيعد جريمة لأن أنا بجيب جهاز وبستخدم موقع إلكتروني وأنا غير متخصص ومش واخد تصريح اللازمة فبشير من خلال هذا الموقع الإلكتروني وبصدر حالة من الأحباط لدى الناس في الشارع وبصدر شائعات وأكاذيب وافتراءات ده في عقوبة راضعة فتم طبعا المتهمين ثلاث متهمين دول معتقدين بقى أنهم بالأكوانتات المستعارة اللي عاملينها أنهم هيختفهم حدش يقدر يجيبهم عندنا بقى أنا عاوز أطمنك أنت عارفة أن الدارة العامة التي تخذج المعلومات بقى قسم خاص أو مكان خاص لوقتي في كلية الشرطة الأديمة في العباسية وزارة الداخلية في التجمع عملوا مبنى خاص ده عشان الناس برضو اللي هتحب يتحرر مذكرات أو بلاغات اللي من تعرضوا للسب والقصف أو غيره بيروحوا في مبنى كلية الشرطة الأديمة في العباسية هناك ضباط مهندسين على أعلى مستوى عندهم فكر وعندهم رؤية ويمكن في بعض القضايا لما بيروح مجنع عليه أو ضحية بيحرر محضر ممكن يتم كشف الأكوانت وهو قاعد وهو موجود إيه الإجراء القانون اللي بيتعمل بيديله رقم المحضر وياخد رقم تليفونه ويقول له النيابة هتتابع معاك 24 ساعة وبيتم إرسال بلاغ المواطن دوت إلى النيابة العامة وبيتم صدور قرار بضبطه وإحضار المتهم سواء بها في قضايا الساب والقصف سواء في الشائعات والأكازيم سواء في تركيب السور للفتيات أنا بقول لحضرك الحاجات اللي هي منتشرة من خلال في المجتمع وبنشوفها وبنشهدها أو النصب الإلكتروني اللي هي صفحات النصب الإلكتروني أو اللي ابتزاز الإلكتروني وما أكثرها طبعا ده كله طبعا بيرسل حتى الناس اللي بتشتري صفحات صحي كده؟ طبعا ده مخالف فهدك بيتم طبعا صدور قرار من النيابة العامة بدبطه أحضار المتهم أو المتهمين اللي بيبقى بقى كونته مستعار أو غيره ويجي بقى يعرض على النيابة العامة حسب الفعلة أو حسب الجرم بتاعه وبعدين يحال إلى المحكمة محبوسة طيب الواتساب أخبره إيه؟ يعني فيه كوارث بتحصل يعني لسه كنا شايفين التقرير التفاعلي مع أخواتنا المصريين في الشارع فيه حالة من الهلع يعني والخضة الغير طبعية على جروبات الأمهات على الواتساب وفيه ناس بتنشر إشاعات كتيرة وهم بيتدولوها بشكل مستمر فبالتالي بتحصل بلبلة وإشاعات اللي هي جروب المامز اللي احنا زي ما احنا بنقول الكلام ده أخبره إيه برضو؟ وأعوزة ديف لحظة أستاذية فيه برضو انتشرت وإحنا رصدناها كلاجنة خلال فتر فاتت كانت كتابة إلكترونية بتطلع بتعمل صوت يصدر لك حالة ممكن ناس كتير جدا وجانا شكاوة كتير قوي من ألاف المواطنين الفويس ده بيقول لهم اوعوا اتودوا ولادكم المدارس كورونا منتشرة في المدارس ده طبعا دي جريمة إلكترونية ده بقى تحريد لا بيتم حضرتك اللي بيبعات لك الفويس ده هو طبعا بيبقى من رقم وهمي أو الكونت وهمي أو غيره ده بتبعاتيه للإدارة العامة لتوكوجي المعلومات بيقدر أنه يكشفه من خلال الأجهزة اللي موجودة عن ده مع الإدارة العامة لتوكوجي المعلومات في وزارة الدخلية لازم أروح المكان؟ لازم تروح المكان ولا في مثلا أرقام أو رقم فيه أرقام تليفوناتها بعتها لحدك فيه خط ساخن حدك تبعتولي فيه حاجات اللي هي الإرجنت اللي هي الطريقة لأن الإدارة العامة لتوكوجي المعلومات لسه عاملة خدمة الأرقام دي حديثة انت حدك عرضت النهاردة أرقام مجلس الوزراء على فكرة الأرقام دي مربوطة بالإدارة العامة لتوكوجي المعلومات يعني الأرقام اللي حدك عرضتها دي ريت عرضيها لو تحبت عرضيها تاني هي دي الأرقام اللي موجودة وعلشان تسهيل على الناس دي أرقام موبايلات عادية خالص ما حدش هيغرم حاجة هيتواصل دي مربوطة بالإدارة العامة لتوكوجي المعلومات لأن هي الجهة الأمنية التابعة لوزارة الدخلية المنوطة بضبط الجناة والكشف عن الجناة وعرضهم على النيابة العامة بالتنصيق طبعا يعني مثلا فيه ممكن متهم جاريت لو نقدر ان احنا نعرضها تاني يعني زملائي في الكنترول يعني مشكورين ايه بالزبط كده عشان بس تبقى فيه ايجابية في التفاعل فيه الابلاغ عن اي حاجة بقى دي بتشمل بقى يعني فيسبوك وواتساب كل ما يخص كل المسينجر كله كله كل اللي بوجود على السوشيال ميديا طبعا لو جايلي معليش انا اسرى بس دي حالات احنا بنتعرض لها كلها يعني لو جاتلي ميسج مسلا فيس صوتية رسالة صوتية على الخاص او على المسينجر انا يعني اجيبها ازاي والاكاونت ده فجأة بعد ساعة بلاقي ان هو فيسبوك يوزر يعني مش موجود اصلا لو حضرتك حددتي موعد الرسالة وتوقيتها بالزبط ممكن لدارة عملتوك وشجي المعلومات تقدر تعرف احنا على فكرة عاوز اطمنك احنا في ظل التطور التكنولوجي الدولة المصرية بتتماشى وبتتواكب مع التطور التكنولوجي يعني هتلاقي لأجهزة اللي موجودة مثلا في الادارة عملتوك وشجي المعلومات للكشف عن الالكاونتات اللي بترتاج بجرامة الالكترونية لا السنة اللي فاتت شيء والسنة دي شيء تاني والفترة المقبلة هيبقى شيء تاني هو القانون بالوقد ايه؟ القانون هو طبعا صدر من 8 شهور او 9 شهور سيد الرئيس صدق عليه فور التصديق عليه ونشر القانون في الجريدة الرسمية خلاص بيطبط اتطبق على كم حالة؟ لا تم حبس حالات كتيرة جدا تم حبس مئات الحالات خلال الفترة اللي فاتة مئات الحالات في محافظات مصر المختلفة يعني اشهر الحالات مثلا اشهر الحالات اللي خدت حبس ومازالوا محبوسين دلوقتي في عقوبات 3 سنين النهاردة في برسعيد وبنسويف اشهر قضية اللي خدت 3 سنين في برسعيد اللي هو كان عنده صور لخطبته وفاسخ الخطوبة بعد ما فاسخ الخطوبة شير بقى الكونت مستعار صورها وركب لها صور وتم الكشف عنه وتم ضبطه بمعرفة إدارة البحث الجنائي بالتنسيق مع لدارة العمالة التكنولوجيا المعلومات تم ضبطه أحضاره وحبسه على زمة القضية 4 في 15 في 45 وتم أحالته المحاكمة يعني حضرتك الحبس والغرامة غرامة كانت 100 ألف جنيه وحبسه 3 سنوات طيب بنسبة بقى لترويج الشائعات اللي هي المحرضة يعني للوطن وبس يعني ضرب المعنويات والإحباط أخبارها إيه طيب الشائعات اللي هي موجودة للوقتي زي خلال الفترات اللي فاتت مثلا فيه شائعات اللي تلاقيه برضو الكتاب الإلكترونية عاملها عشان يضرب السياحة للأسف شديد ودي على فكرة بتبقى يعني مربوطة أو روابط من الدول المدعمة الإرهاب ويتم رصدها ويتم نشرها عن طريق الكتاب الإلكترونية اللي موجودة في مصر سهل جدا إن الإدارة العمالة التكنولوجيا المعلومات تكشف الداخلي اللي هي الأكوانتات اللي موجودة داخل مصر لما تم رصد هذه الشائعات خلال المرحلة اللي فاتت وتم كشفها على فكرة تم القبض على عدد من المتهمين وجاري خلال مرحلة مقبلة على فكرة ضبط عدد من المتهمين الأخطر بس عشوها جاوب على سؤال حضرتك ودي نقطة إحنا بنواجهها التشير تلاقي مواطن عادي يلاقي الكون تفيك عمل شائعة تضر بالأمن القومي أو شائعة تصدر حالة من الإحباط لدى الناس في الشارع يشيرها يا فندم ياللي بتشير أنت بتشارك في جريمة يعني خد بالحضرتك ده بيشارك في جريمة طبعا طبعا لما بنجيب المتهم الأصلي وبيتم ضبطه وكشفه بمعرفة اللي دار عمل تخشها المعلومات حسب الفعل وحسب الجرم إذا كان الفعل شائعة فيها مثلا تحريض على الدولة على فكرة العقوبة سلطة تقدرية القاضي قد تصل العقوبة فيها إلى خمس سنوات سلطة تقدرية للقاضي وهنا العقوبة يعني فيه تغليز للعقوبات على حسب الحالة اللي جاية طبعا على فكرة مش لازم نشترط بالقانون اللي هو سنة أو تلت سنين طبعا يعني على حسب الحالة يعني مثلا حد حرد على الدولة المصرية وتحريض علنا يصل إلى المؤبد على فكرة الناس مش عارفة القانون في منتهى الخطورة على فكرة هذا القانون رعينا فيه عشان ما حدش يفسر كلامنا أننا بنكمل أفوال لا 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 هذا القانون رعى حرية التعبير عن الرأي ده اللي احنا بنكلم فيه إنه فيه فرق ما بين حرية الرأي ما بين فكرة المعلوم لابد يعني فيه تطور تكنولوجي والدولة داخل على مرحلة تحول رقمي والسيد رئيس الجمهورية ممكن كان مجتمعا بالأمس مع السيد وزيرة صلاة وأكد على منظومة التحول الرقمي وقعد النهاردة السيد رئيس الجمهورية التقى بوزير التعليم العالي وأكد على إنه ينشئ جامعات تكنولوجية الكيادة السياسية حقيقة والدولة المصرية بتهتم اهتمام كبير جدا بالتطور التكنولوجي بشكل كبير جدا احنا عندنا دلوقتي سبع مناطق تكنولوجية ومشاء الله في عدد من المحافظات برج العرب وأسيوت والسادات وهيتم إنشاء في دميات ومحافظات أخرى بنهتم بالتكنولوجيا بشكل كبير لكن على الجانب المقابل سلبيات السوشيال ميديا بيتم استخدامها بشكل كبير جدا طب أنا يهمني برضو فكرة إن ساعات كتيرة بنلاقي إن حد بينشر المعلومة الغلط ويجري يعني يقفل الأكاونت بتاعه خلاص إحنا مش عارفين نوصله إحنا مش عارفين نعمل أي حاجة ده برضو أنا محتاجة إن حالتك تطمننا فيه إلي إحنا بنشوف كتير قوي ناس بتبعت لنا أخبار غريبة ومعلومات غريبة وفكرة هو فين الأكاونت يا جماعة إذا كان داخل مصر سهل دبط طب وخارج مصر يعني فيه تنسيق دلوقتي الدولة المصرية بالتنسيق مع حسب الدولة بقى اللي بيكون منها الأكاونت ده بيتم التنسيق في هذا المال أنا معايا ديقتين أنا محتاجة أستثمرهم مع حضرتك بشكل كده يعني ودي وأخوي للمشاهد الكريم وتدي له كده زي ما بنقول كده احتراس خلي بالك ما تعملش كذا وما تعملش كذا يعني زي الرشدة كده ممتاز طيب إحنا الآن أمام قوانين سوشال ميديا إحنا دلوقتي دخلين على مرحلة تحول رقمي ومجتمع تكنولوجي دلوقتي منظومة التحول الرقم في مصر بدأت تطبق بشكل كبير وإحنا شايفينها في بعض زي لهاي القومية البريد مثلا خلاص دلوقتي أنت بتروح تطلع شهادة برائد الزمة من لهاي القومية البريد شهادة المخالفات من لهاي القومية البريد ده عشان بس الناس تبقى عارفة إيه هو التحول الرقمي ده يبقى المجتمع الرقمي لحكومة الإلكترونية مع التطور التكنولوجي الهائل ده بنتواكب معها بقوانين وتشراعات سوشيال ميديا قلت لحدك قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية وده بيكافح ويواجه الجريمة الإلكترونية بكافة أشكالها وصوارها عندنا القانون الثاني حماية البيانات الشخصية وعندنا القانون الثالث التجارة الإلكترونية بعد الانتهاء من هذه القوانين إن شاء الله بإذن الله فيه هتنتهي على إمتجان إن شاء الله يعني مع نهاية طبعا دور الانعقاد بإذن الله هننهي آخر قانون هو قانون التجارة الإلكترونية وده بيعمل دوابط ومعايير زي ما قلت الإعلانات على السوشيال ميديا وغيره طب نصيح للمواطن بقى طيب النصيحة المهمة للمواطن أرجوكوا ما تشايروش ما يضر أمنوك القول على فكرة حضرتك لما تلاقي منشور فيه إساءة أو منشور فيه شائعة بتصدر حالة من الأحباط للناس في الشارع يعمل عليه إبلاغ على فكرة أكتر من خمسين ألف إبلاغ عن هذا المنشور أوتوماتيك فيسبوك بتشيل المنشور الناس ما تعرفش هذا الكلام تي معلومة مهمة جدا 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 اعمل إبلاغ عن هذا المنشور لو عملت إبلاغ إذن أنت إبلاغت على أن هذا المنشور خطر أو ضرر الناس دلوقتي إحنا عندنا المصادر الرسمية الموجودة للدولة دي اللي نستقي منها المعلومات نبتعد تماما لأن هناك مواقع فيك كتير جدا غير مرخصة دي معروفة طبعا بتكون من خارج مصر أو داخل مصر الابتعد عنها تماما وعدم تشيرها نتعرف لو مشارناش مش هينتشر يعني الشائعة لو إحنا مشارنهاش مش هتنتشر بشكل كبير جدا عندنا في السب والقصف في الشائعات والأكاذيب والإفتراءات في تركيب السور للفتيات عقوبات رضاعة ابتعدوا عند النصب الإلكتروني والصفحات اللي بترتكب النصب الإلكتروني والاتصال بالمواطنين وتضليلهم ده في عقوبات رضاعة جدا الابتعد عند الأكاونتات الفيك أرجوك وقدر الإمكان وقدر المستطاع اللي عامل أكاونت فيك يحاول يعود إلى صوابه ويعمل أكاونت باسمه الطبيعي سيادة النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب أنا بشكرك والله شكرا جزيلا على كل التفاصيل والتوعية يعني البسيطة اللي وعتنا بيها من خلال يعني أهم القوانين والإجراءات الرادعة لمواجهة الشائعات المغرضة أو مثلا عدم وعي البعض فينا إنه هو ممكن لقدر الله يتساءل قانونيا يعني في حاجة نشرها غلط سواء بأصد أو من غير أصد صحيح أشكرك شكرا جزيلا شكرا جزيلا بالتوفير والشكرا موصول لحضراتكو وإن شاء الله أشوفكو بكرة على خير ورجاء يعني شخصي كده خلي بالكو بكرة يعني طبعا فيه أجازات لكل القطاعات في الدولة سواء الخاص أو العام فالخروج يبقى للضرورة القصوى يعني ونخلي بالنا من الطريق وإن شاء الله يعني بنتمنى السلامة لكل المصريين بكرة بإذن الله ويعديها على خير إن شاء الله طبعا تقبلوا تحيات فرق العمل وتحيات أيها عبد الرحمن إلى اللقاء